من جهة أكد المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا على همية الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بما يحفظ صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع مشيرا إلى أن عدد الفحوصات الطبية التي قام بها الفريق الوطني للمخالطين تجاوزت الستين ألف وبأن التبرع ببلازما الدم سيسهم في زيادة أعداد المتعافين من فيروس كورونا عدد الفحوصات التي عملناها حق المخالطين منذ البداية تجاوزت الستين ألف فهذا عدد كبير جدا وهذا أيضا يصب إلى الجهد الكبير الذي قام به فريق تتبع المخالطين الله يعطيهم العافية لأن الفريق الطبي لا يعمل فقط على حد الانتشار من هذا الفيروس ولكن يفعلا سباق في تحديث سبل العلاج لخلت البحرين تسابق الدول العالم في كيفية تحديث البرتوكول العلاجي أول شيء إذا أعطي البلازما المتعافين في الوقت المناسب وهنا نقطة مهمة هناك وقت فعلا مناسب قبل تدهور حالة المريض إذا أعطيناه في الوقت المناسب لاحظنا الأمور التالية أولا الأعراض من المرضى تكون أقل شدة أو حدة من الشخص القير يستخدم البلازما النوع الثاني شفنا أن الأشخاص إذا أعطيناهم نسبة البلازما أو في وقت مبكر يقلل من استخدامه أو احتياجه إلى الأكسجين الاصطناعي ومن ثم يقلل حتى من احتياجه لسمح الله إلى الجهاز التنفسي فهي فعلا تساعد جسم الإنسان أو جسم المريض المنهق بهذا الفيروس لمحاربة أو القضاء على هذا الفيروس سعادة الآخرين لها لذة خاصة خصوصا إذا كانت نسبة كبيرة منهم تماثلوا الشفاء فأدعو الراقبين بالتبرع والتواصل مع قسم التبرع بالدم بالمستشفى العسكري إذا كان عندكم أي استفسار أو حابين تبرعون فالأخوة والأخوات في مركز الدم متجهزين لكم وتكاتف الجميع نسمى أكدنا أكثر من المرة ودعمكم والتزامكم بالمسؤولية فسنتمكن بإذن الله تعالى لتخطي هذا التحدي اشتركوا في القناة